وَلَقَدْ جِئْتُمُ أُلَا فُرَدَا كَمَا خَلَقَ لَكُمْ هَوَا نَبَوَّةِ وَتَوَمْتُمْ مَا خَلُّنَاكُمْ وَأَرُّوِكُمْ وَمَا نَبَعَكُمْ شُفَاعَكُمُ الَّذِينَ دَعَنْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُوَكَاتٍ تَقَدْ تَقَدْ وَعَبَيْنَكُمْ وَظَلْ عَنْتُمْ مَا كَمْ تَجَعُونَ أَرْبِدْ لِلْهِ سَبْعِي عَلَيْمُ اللَّهِ وَلَا نَبَعَكُمْ هو ريال الله من الصالحين يخاطب ولا في الناس الجانب الباقي والجانب الباقي هي الروح أن الجانب الفاني هو الجسد وتأثير برسول الله صلى الله عليه وسلم تخصنا يكون هذا الحديث ديالنا وهذا ورمضع ديالنا وديال الجلسة ديالنا إن شاء الله فتيقلنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في المصدرك ورجال ورجال صحيح عن أبي ذرن غفار رضي الله عنه أنه قال زر الكبورة تذكر بها الآخرة وغسل الموتى فإن معالجة جسد خاوم موعظة ضليرة وصلنا للجماء زين عن ذلك أن يحزينك فإن الحزين في ظل عرش الله يتعرض لكل خير الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا يريد أن يجعلنا متشائبين وإننا لا يريد أن يعطينا التصرور الواسع ديال الحياة والحياة ليست حياة الدنيا فقط كما الحياة البطنية وكما الحياة الدنيوية وكما الحياة البرزاخية وكما الحياة الأخروية تجمعنا الله سبحانه وتعالى في واحد سورة سمناها باسم ذي المؤمنين وقال صورة المؤمنون قال فيها الحق عز وجل قد فلح المؤمنون وبقى رضيح تقال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة المطين ثم جعلناه نطفة في قرار مقيم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مذغة فخلقنا المذغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك مليتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين هذه المراحل تشوفها سيد ربي ما ذكرناش بها عملية حياة الدنيا بينما التفصيل وبينما بعد ذلك الموت وبينما البعث لأن الدنيا ما تستاهلش باش تذكر لاش لبلاءتها ودرمنا سيد ربي هذا الإنسان هذا في الدنيا الانتحاد الذي خلق الموت والحياة ليبنوكموا أن يكونوا أحسن عمالا لأن هذا ليس الرصص أسلام رغبناه وبيننا أكثرون من ذكر هذه من الذات واش باش نمشون تكاونا ونخدموا ما نردلوه لا لكي يكون الموت حافظ ميدا بالإشتهاد من عشوش عباد الله من عشوش نبيل المناكير نحاولوا نتطلعوا ونشوقوا الحياة اللي سنجي من بعد ذلك اللي هي الحياة البرزاخية واللي يفضل منها اللي هي الحياة الأخروية لماذا يريد أن يخرج من بطلبيان الأم؟ معناه تسع أشهور لو كل شيء يخصوه يخرج لأطيب بخص عملية قصرية لأنه لأن هذا شيء طبيعي بأس لقص دياله تسكون خطار هكاف الإنسان في الدنيا كل واحد عنده الأجل دياله ونبكش في الزوج الأجل دياله أو يكون قلب منه لأن الأمر يضلع زوج الله وما كان لنفس أن تبت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلة ونبيري ثواب الدولة التي نوته منها ونبيري ثواب الآخر التي نوته منها وسنجزي الشاكري لذلك يريد أن يخرج نخذ حضرة وصدر بيس محام السعادة فاعتبروا يا أولي الأبصار سيخرج عرياض شديد دي سيبكي والعائلة حولوه تضحك وتدوز لحياة طويلة ولا قصيرة وبعد ذلك تدخلش الروح وتمشيك لأحد الجسد هذا في التراب لأنه من التراب وما أديره التراب وما تكرر ديال الجسد إلا أن ذلك الروح لفست بالنوم وسيطلق هذا الإنسان يتولده ويشد عليه الديه سيطلقي الديه يقول لك أنا حرصت حتى عييت وجريت حتى عييت ولكن أنا خليتها لأن الأرض كل هودك شيئي فيها تيروتها الله سبحانه وتعالى هي ومن عميها الشيقية العائلة تبدو يبكي حلالي عادة الملك اللي كانت يبكي في الصغر في الملدة هذا تخصو يبحك لأنه سينتقل لأحد الحياة تخرى البكاء دياله اللي كانت يقول لك أنا خرجت هو كان في ضيق ورغم ذلك تسع شوار ما تحسن بألم ولا يبك ولا يخليكه من إنسان كنت سيان إعياء فتاين يبكاء إن العائلة تسبكي هو تخصو يبحك باش لعمل الصالح تشوفوا ما قام بياله لأنه سيقول حكيم ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فعمل لنفسك أن تكون إذا بكل في يوم موتك ضاحكا بسرورا هذا هو الغرض لهذا ترويم التمرن في معجمه الكبير وابناء أبي الدنيا في مكرم الأخلاق ولهيتني في مسنده عن ابن عمر رضي الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عشر عشرة وجاء رجل من الأنصار يسألوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أكيس الناس يا رسول الله وأشرف الناس ماذا كلهم يطوروا قال أكثرهم ذكرا للموت واستعدادا له قبل نزوله أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة لنعنى أن الموت تسكن حافظ لنا من خافوش من الموت من خافوش من الزيارة المريض من خافوش من الحضور من ذلك المحتضار لأنه كان غديم شين تقلد دار أخرى من هذه الشيادة من قلبوه عن الحوافيز الذين ذكرم هذه الشيادة للمناء لكي نقرد الأمور لنا فالمصلحه في العالم كله يغيبوا الجانب دين ذكري موت وحفظوا الاكثر من الأمر لأن الإصلاح لا يكون في العالم يحتيكم هذه الشيادة لذكروا رصوص آسلامة يذكر هذه الأمر وكيف يقوموا على الهديد لذلك الرصوص آسلامة رغبنا لكي يقوموا بزر المريض وقالنا في حديث اللي هو حسان روانا الترميد بسنادي الحسان قال مما من المسلمين يعود أخاه المسلمة هدوتا إلا صلى عليه سبعون ألف ملكين حتى يمسيه وإذا عاده عشية صلى عليه سبعون ملكا حتى يصبح وكان له خريف في الجنة معنى هذك الفواكه دي الجنة اللي هي المقطعة وما بقتش شجر ديالها ستالي الله عز وجل لها ذاك اللي زار المريض والمريض زيارة ديالها أدب والمريض فيه جوج كاين المريض اللي عاود يتشفى وكاين المريض اللي منتماية غادي يمشين تحت برافق الأعلى اللي غادي يتشفى عده أداب تخص زيارة ديالنا تكون خفيفة لأنه مريض مسكين وتخص نخفى علي تخصنا نخسروا مقت المنائم ومقت المنائم نعرفوها من خينا العائمة دياله قيمتين كن منزوروكم تخصنا نمشي وحنا نمليم بأننا غادي نقديوا حق ديال المسلم عن المسلم تخصنا نمشي وحنا نمليم وضعين ولبسهم زياد ونمشي بواحد من ناس مقطع مجلتين يمشي وعدك والمريض كذلك يكون لبسهم زياد لأن الملائكة حضرين معافدك المجهيس إلا إذا كانت الضرورة لأن لا تقنش اسميته الوضو دياله ولكن اللباس العائلة دياله تكون لبسهم زياد ثم يقولون الصالحين اللي تيجيون وزوره ثم يطلبون من إدعو ليهوما ويطلبون من يحتوي الدعاء وما يحاولوش بشية كنت المياه لأنه المكلة وكيما جاء في الحديث وإن كان فيه ليم فغادي يكون الأجر دياله في ذلك المكلة ثم بعد ذلك ينفسوا عليه يقولون الحمد لله ورعباقي غادي تعيش وكذا كذا وخادش ما غادي يزيد في أجال ما غادي يحتاجه في أجال ولكن مزيان في الحالة المسانية هذا المريض هذا ما يتعلق بالمريض لأنه يرجى شفاءه بالنسبة العيادة والزيارة للمحتضر شكره هو هذا المشرف عن الموت معنى الأجر يبطلع الزواج ولكن لأطباء أخذ بالأسباب أجزه وتقول لك الحكيم إن الطبيب لذو عقل ومعرفته ما دام في أجل الإنسان لتأخيره حتى إذا منقضت مدة أيامه حار الطبيب وخانته العقاقيره معنى الشباك هو فهذا عنده عود الأدب دياله حاجة أخرى حيث غادي يمشي عنده غادي يمشي من الصالحين ومن الصالحين اللي قال في برسولة سنة خيار عباد الله هذين إذا رؤؤوا ذكر الله حيث تحضروا به بمبس دياله بمسلس دياله بمسفة دياله ومن تتذكر الله سبحانه وتعلي الإذا رؤؤوا ذكر الله هذا ذلك المريض من المريض يرجى شفاء ولادة تقس لقص ديالي في ذكر الله تقس لقص ديالي في نفس الوجود القرآن لم تقوم لا نسواسى للشيطان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن حيث غني مشون عنده هدين خففهم وقالنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا ونطلقين حتى نكونوا مثلاً مجموعين في الزيارة إلا ما كانش واحد وحتيقوا لا إله إلا وعاود لأخر تيبوا لها وعاود لأخر تيبوا لها وما غاديش نرغموا على هذا المعرض لأن الحالة ديالو تيكون تيكلبسي الإبنس العام والله في صورة ديالباء في صورة ديالباء كي مجا في الآثار وديك السعاء هي الحالة الحارجة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم تحرص كانت زوحت الذيني وفي الآثار في الحديث لو كان زار ولد واحد ليهودي يهودي وجلد ذلك الحالة وحي تشهد هذاك ليهودي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله اللي نجمع الزوج اللابية هذاك الوليد من النار فأحدا يوم بشيو وزور المسألة التي تخصلكم ومستعدين لها جميعا هي العائلة ديالنا تخصلكم وصنهم راهينا بكو علينا وإن ابناء رفع ابن الله عز وجل تخصلكم هذه ثربية ونعرفون كلنا وهذه التقافة التي تكون عندنا أننا هذاك سيد لي مات أرهم شيء مش هسافي وقد انكقوا بها رحيتم تنكون تدخلون المقبرة تقولوا السلام وعليكم أهل دار المسلمين أنتم الصادقون وإن ما إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله هذه وإنكم العافية ما كنت يبكي وغموط القطع وحواج دياله وكشعور دياله والرجال تتكون حلقيحية وبخلف السنة في الحالة الطبيعية وحتى مكلمية بداخلها معنى عالمة ديال الحزن ويبس لكحان والشادل اللي بخلف الشدع الإسلامية هذا شيء لا ناس اللي ما تعرفوش أشنكين بعد الموت أما اللي تعرفون لديكون محلمات ديالبيان رضي الله عنهم اللي قال لي هذا القل أحبان محمد الوصحة هذا ديال الاحتضار يكون موصية ذات الموصية ذات الرسول على سبيل الحاجة اللي قالنا المخارجة الصحيح أنه اللي بسلم ما يمكنش يجلس فوق يوميا وهو ما كاتب شوووصية دياله يديرها تحتراصه أشغل تكون فهووصية أشغل تنسلو للناس أشغل تنسلو للناس إلا كايشي حاجة هذي فرصة نفتوحة للإنسان هذا اللي بغي يوصيها بنتوقت لتحسس ديال من دياله صدقة في سبيل الله ولا شي دار ولا شي حاجة يعطيها النصص مدرش حال كانوا موقفين في سبيل الله وكانت تتمشي شحال ديال الأمور في سبيل الله ذلك الوقف ثم بعد ذلك يتبرى أنا عندك تبكيو عليا ولا تنبوو عليا ولا تنبوو عليا ولا شي واحد ووصلوا لي بس دياله أم كنتم شو هذا إذ حضر يعقوب الموت وإن قال لبني لما تعبو دوله من بعد فلهذا هذه وصية تكون كتوبة وقال يا الشهود نعرفو هذه المسألة وتكون حيتي يموت لبيت نبقانا نقول للناس ما تبكي لأن ما تبكي ما تبكي لأن يستعداد وطريق من قبل حيتي يموت لبيت تبع نضع هذا كله كان محتضا وجودك المؤمنين الصالحين تغلق له العين بعد ملجح هذك المؤمن إن تقبل إلى الله محمد رسول الله وإن مغالب عنه وإن وإن دار بسمعه هذه علامة الحمد لله لأن دخله جنة تغطيوه تغطيوه الأعضاء تغطيوه وتغطيوه 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 وتسدوه ومقياسا على العينين لكي يدفعوا صورة زويدة ومشوفون ما يقولون هادي سوق الخاتمة ما يريد لصورة زويدة يمكن قاع لحزبونه الراس ديالله ليس شيء ثم بعد ذلك ستكلمون مع العائلة ديالله بأنه راه الأجل هو هذا إن الله وإن الله يجعون العائلة ديالله يقولون لأنه ما جسد خاوي ونصص من ذلك فإنه عالجته جسد خاوي موعيدة في البريغة ثلاثة شعجة العيالات الحائدة تدرى ليسوار بيدخلوش لأذاك المكان وما يقولون من دمدك الميت إلا الحزر الزويد والدعين يا الله عز وجل لأن الملائكة حضرة وتؤذين هذا ما يتعلقوا بالحالة ديال المرض المحتاضة من بعد ذلك تأتي الحالة ديال التغسيل الناس يكلفوا في هذا الشيء هذا وتأتي بشي ناس محترفين تأتي توليهم ومسيطروا بهلم على الوضع أرسلتها أجلتها في الغديلتها من ندايا ومسيطروا ومسيطروا لماذا أن الموت الخايفين منها لا كفل عندهم ولا حيط يعرفهم ولا تغسال ولا نعش ولا نغسل احتجاجها ما تعرفوها لماذا؟ لأن هذا العالم غطين عليه ولكن الآن تخصنا هذا الشيء يكونوا عارفونه هذا المغصر ومحمل 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 كل شيء يكونوا عارفونه وما فيها يكون لدينا هذا الكفر في الضار ديالنا ليس ينكرروا بما حيث فالأمور مذكرة فهذه المناس الذين لا تصيبوا حريفة فنفتحونه تغسلوا من الصالحين واختاروا الهدف اللي غير يغسل فبنسبة لأبيب غريز صدق رضي الله عنه أغسلتون زنجية لأسماء بنتين وميز وبنسبة لأولا ترفضون زهراء رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه رسول صلى الله عليه رسول صلى الله عليه ثم بالنسبة العائشة رضي الله عنها قال لك لو كان أنا ذك الشيء الأخر تقدمته لو كان ما غسلوا الرسول صلى الله عليه لنهار انهار تغسل رجل والرجل يغسلوا مرتن ونهارا لذلك تكون عندنا معاية الحناية لن يجدوا لن يقول الحيات النام ونعيشو الحياة الدنيا والأخرة وهذا مرد الإسلامي لماذا سعادة ديال الدنيا لا يعيش سعادة ديال اخيها ومثلا عنيش بالسعادة ديال الدنيا هو شكليات الظاهرة ديال الدنيا لا سعادة المحل ديالها في القلب والله الزوج اللي قالنا فإما يأتي لنكم من ميهودا فمن اتبع هلايا فلا يضل ولا يشقى لهذا التغسيل ديال الميت تجيب من الصالحين إذا شفوش حاجة في الميت مزيادة تبينوها باش الناس يمشيعوا الطريق ديال ذاك الميت إذا كانش حاجة خائدة تستروها وما تيقولوهاش إن هذا سر وبالنسبة الميت عدوش أرد ديال افتصل دياله فهذا الأمر هذي رابينا وذي إن شاء الله نرجعو لها عمليا فتحيات ديال الحويج ديال الميت تيخصن حيدهم لي بشوية ومتعاملوا معاه كأنه حي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تيقولنا في الحديث اللي رواهنا الإمام أحمد أبو داود بن ماجا إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا فلهذا حتى الحويج إلي ما غاش يتحيدوا يمكن ما نقطعوهم إلا كانوا ضيقين بعد ذلك سيحاولوا باش غادي يدوزوا على البطن دياله باش يخرجوا بشوية هذا الشي اللي كان في البطن دياله ومن بعد منو تيسن جيو واحد من خرقة اللي تتكون فوق الميكة باش ما يقصوش العورة دياله والريحة اللي تتسعطي من خلال ذاك الشي اللي تيخرج منو غادي يكون إما عود القماري وإما الند وإما شي تبخيرا اللي هي غادي تقضي على ذاك الريحة باش ما يبقش ذاك اللي تيغسن اشتركوا في القماري هيا شهر هيا شهر موسيقى موسيقى مرحبuran للرجل وفي التغسال ذي الميت وحد التواب كبير عند الله سبحانه وتعالى كما تروينا التبرني في الكبير وروته محتجون بهم في الصحي كما قال المنديري من الرصوص عليه السلام قال من غسال ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنبه معنى يجنبه حتى يخبيه ويغطيه ويسترو فكأنما أسكانه مسكان حتى يبعد يجنبه أشعر الهواء ويستر الهواء يجنبه ويستر الهواء ويستر الهواء المترجم للقناة 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 جسدا ما فيه روح بين عيني كل حين علم الموت يلوح كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح نح على نفسك يا مصرين إن كنتا تنوح لتموتنا وإن أمرت ما عمار نوح المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة صباح ويروح المترجم للقناة الغصلة الأولانية كملت سيجيب الغصلة الثانية ما واجباش هي ولكن الغرض منها بش يتم التنظيف فبعد ما تكمل منها سنكون وكملنا من الغصلة الثانية من سلمنا يا على أن لها غرض فكم أناس رأيناهم قد انقرضوا إنا لنرجو أمورا نستعد لها والموت دون الذين كرجوه مفترضون من سلمنا يا على أن لها غرض فكم أناس رأيناهم قد انقرضوا إنا لنرجو أمورا نستعد لها والموت دون الذين كرجوه مفترضون من سلمنا يا على أن لها غرض فكم أناس رأيناهم قد انقرضوا إنا لنرجو أمورا نستعد لها والموت دون الذين كرجوه مفترضون أمورا نستعد لها شكرا 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 بعد الكمالة من الغسلة الثانية اللي هي تتكون بالصابون ولي تخص مراعي فيها العينين عندك نؤديوه لأنه كما تحدثت الحي ستحدثت الميت قد انتقلو لمرحلة الثالثة اللي هي الكمال الكافور باش يتخوض الماء بالكافور اللي تكون مدقوق والغرض منه باش غدي يحفظ على الجسم واحد المدة ثم غدي يقضيع على الهوام اي الحشرات اللي في القبر واحد المدة معينة ثم بعد ذلك باش كل واحد الرائحة وتيتم في هالي اغتسال بحل مرة اللولانية وبحل مرة التانية اللي كانت بالصابون وبحل مرة التالية اللي هي غدي تكون دباب الكافور وهدي احتهية ماشي واجبة يا موت يا موت كم اخي في قسل كلفتني غمض عينيه بيدي يا موت يا موت لا ارك من الخلق جميعا تبقي على احدي قد ملأ الموت كل ارض وما ينزع من بلدة الى بلدي يا صاحب المدة القصيرة لا تغفل عن الموت قاطع المددي يا موت يا موت يا موت كم اخي في قسل كلفتني غمض عينيه بيدي يا موت يا موت يا موت يا موت لا ارك من الخلق جميعا تبقي على احدي قد ملأ الموت كل ارض وما ينزع من بلدة الى بلدي يا صاحب المدة القصيرة لا تغفل عن الموت قاطع المددي يا موت يا موت كم اخي في قسل كلفتني غمض عينيه بيدي يا موت يا موت يا موت يا موت لا ارك من الخلق جميعا تبقي على احدي قد ملأ الموت كل ارض وما ينزع من بلدة الى بلدي يا صاحب المدة القصيرة لا تغفل عن الموت قاطع المددي صاحب المددي بعد الثمان من الاغتسال دبال الآن تنشوفوا بواحد الفوطة اللي تسكن القياه وبعد تنشوف نحط هذه الفوطة من الفوق وتتجر الفوطة الخرى من اللي تحت باش نحافظوا عن العورة ديالو الموت لا والدا يبقي ولا ولدا ولا صغيرا ولا شيخا ولا أحدا في الموت فينا سهام غير مفضئة من فاته اليوم سهم لن يفتو غدا ما ضر من عرف الدنيا وغرتها ألا ينافس فيها أهلها أبدا دبال الآن في المرحلة ديال اكتكفان في المرحلة ديال اكتكفان الرصص عزمة يقولني لك فن أحدكم أخاهو فليحسين كفنة مرد به معناه النظفة ديالو الكتفة ديالو السر ديالو توصوط ديالو ما شي معناه يبالغ فيه ويكون غالي ولا بشي تامان هذا ديال المرزايا أو ديال حياتي وحيتي يدير الخرقاء اللولانية أو الليزار اللول والثاني ويدير ذاك القميص غادي يمشي يدير هاداك الحنوط اللي هو الورد وهو بعد ذلك الكافور وكاين اللي تيدير الميسك هادوك التنيات اللي كاينين عند الميت إلا كاين موجودين تيكون الميسك إلا ما كيشي باس مكان ثم بعد ذلك تيغطي ذاك القميص ديالو وتيغطي هاداك الليزار اللول وليزار الثاني وبالثاني تيجمع كل شي هنا تيشوف واحد القضية تيبقى الوجه باش العائلة ديالو لأن هدي النهاية العائلة ديالو باش ردي تقبلوا والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل عثمان بنو مضعون كما تروينا بنو ماجا والترميدي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بنو مضعون وهو ميت حتى شبت الدموع تاتسين على وجوه وشي باس مكان إلا الدار العمام على الرأس ديالو شي باس مكان إلا ما كانش ما فيها بس يا من بدنياه اشتغال قد غره فول الأمل الموت يأتي براتة والقبر صندوق العمل يا من بدنياه اشتغال قد غره فول الأمل الموت يأتي براتة والقبر صندوق العمل يا من بدنياه اشتغال قد غره فول الأمل الموت يأتي براتة والقبر صندوق العمل موت يأتي براتة والقبر صندوق العالم موت يأتي براتة والقبر صندوق العلم ذالي كنتظر سوء وسبن أليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يختم الإنسان يسلم إذا لم يحضر شيء ودرير دعاء هكاك فلا نقصه في تكبير الأولى والثانية والثالثة والردعة إذا كان مسبوك ولم تعلان فاته شيء جرق عاسم ولم تكبيرها شيء مكان لأنه هباك ثمات الجنازة هي تعتبر فرض وكفاية لا ترى ما تحزت القنازة أو ما تحزت حضاية عموما النقطة الأخرى كيف لا نصليه إذا كان الرجل تكون آبا الإيمان تكون قدام الرأس دياله إذا كانت مراء فلوس دياله إذا كانوا رجال وعيالات كين الآراء ثقية واحد الرأيتي يقول لك سلو ع العيلة تحدون والسلو ع الجل تحدون واحد الرأيتي يقول لك بلو رجال ومن المولانين عاد العيات المبعد من المنون المقرب القبلة كلهم صححين بعدما نسأل فيها سناد كل شيء صححين لن يكون ميزا لأن الغرب دياله نخدوها العبرة من هذه الموت نخدوها العبرة من هذه الموته سان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله هذه المسألة خلافية وفيها سند أن الأنصار كانوا يظهرون التسبيح وكان آنس بليمارك رضي الله عنه خادم رشد أسلام الصحاب الجليل لا ينكروا على ذلك هو من الصحابة لا ينكر شيء يسكتوا على المنكر بمعنى أنه يجوز حناية ما نقولوش المسرف على الصوص ديركم وما نقولوش سكتوا الناس ينسى يدير واحد الحاجة رأيدي بساند فيها فلايدي باش يكونش عن مشواج ويمشي اليب ديال التذكور ديال المصير ديالنا ولهذا الناس ينطلبون مقبرة ينضعون مخلاقا وهذا الناس ينطلبون اصل الحاجة ويعطي للصحابة بعد ذلك تنزل الأتقيا والشيطة على جديد أنه يؤدي بي ثافة الحاجة وحفة سبقا lunميبج يهددون لتنزل اللي يغطي شوي ويغطي شكل والسطر والرجل تابطي بشوية يقول بسم الله وعلى بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغطوا عليه إما هذو كل الغطائف ديال السيمة وإما الغطائف ديال الخشب هذه كلهم جائزة لأن غرض ديالنا دفين شنوه باش ما تخرج الشريحة ديال هذك الميت وتقريب من هذك الميت هذا هو الغرض منه ثم تنخروا عليه التراب وبعد ذلك تنقصوا واحد شي شوية على قد الدبيحة ديال اللي بهينها لماذا؟ لأنه عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسأل بك الساعة وطلبوا الخكم الثبات يسألوا لأخيكم التثبيث فإنه الآن يسأل وعند يكونوا بالتالي كملناها هذا الأمر هذا تنجيل أمر ماخر ديال عشاء القمر واشكين ولما كعيش واجبون الناس ما تجمعوش وعرضوا عنه لكذا إذا كانت هذك الماس اللي هذين جمعو نحاولوا إحنا هيا باش غادين نكفيوون ذلك الموصيب اللي هم فيها كما جاء في الحديث ونجدونهم محضوا للمواكل ذلك العذب ذلك لا تشعلش نارول والثاني والثالث 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 واللي بحل العرس هذا الشي مخال في الشريعة الإسلامية تيجيون الناس ويشامعوا على أساس ما شباشين بكوا ويبحكووا واللي تيكمي تيكمي واللي تيضحكتين لا على أساس إننا غاد يذكرنا واحد بالمصير ديدنا لأن هناك فرصة تذكرها بالمصير فهي مزيانة يكون شيء واحد من الناس الأطقية والألقية والأصفية لكي يدكر المؤمنين لكي يعرفون مصيرهم فهذا النهار عشاء القبر تجيبك كثير من تفريق وتجيبك شريحة أو عجلة من قبارة ما هي الفائدة ديالها؟ تخسر طور الأمور وشيء الأرض ديال ما يلحق التوعب لهذه المهات ومشي موقف رأي الناس تبايا ما زال ما فاطريش مساكن ونضي الخبز ونضي أتان ونضي شيء ما يأكله عندي التواب والأجر أما سنضي لك شلت مياه للمقبارة خاوية ونقول لهم حافظ على واحد حاجة اللي معدنة أصل ما ولوه والربعين كذلك ما عنده شيء أصل عادة في الأولياء نحاول نبعدوا على هذا الشيء والتعزياء الناس يعزون في طريق هذا الإنسان في مقبارة يعزيوه وما يحاولون بشي نقويجه ونجدده هذا الأحزان ديال اللي بكاء ونقويجه ونجدده الصبر ديال من الاندار باش احتارت بشوعة يقولوا وحنا صبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى فنوقف شوق الواقع إِنَّا اللَّهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهم أجرني في المصيبات واخنفني خير منها الزيارة للعياة كل مقدارة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله زوارات القبور جاءت بصيغة للمبالاك ورسول صلى الله عليه وسلم قالوا كنت نهيتكم عن زيارة القبور أنا فازوه ورسول صلى الله عليه وسلم قالوا عائشة ربي اللعنة الدعاء اللي تقولوا للمقبارة كيفاش يجمع هذا الشي هذا؟ يجمعوا أنه كيش هناك مصخ وإنما المرأة اللي غادي تخرج للمقبارة ولكن ما ملتزماش بالأحكام ديال الشريعة الإسلامية حرام عليها وعليها اللعنة ما هي المشات معشي واحد بالمحارم ديالها ومغطيها ومكشف الشعر ديالها وكي لا تفشيش الناس وعلى كل مكان ودار تتسمى الحياة المرزاخية فلهذا هنا جائز تمشي المرأة بالشرط الإسلامية وحرام عليها تمشي بالشرط غير الإسلامية هذا ما يتعلق بهذه الأمور هذه مجنلا كي نفهموها شب الله سبحانه وتعالى تكون الوفاة عبرة لنا وتكون الموت حافظ لنا باش غالي نزيدوا لصنحنا بالنا ومن الله سبحانه وتعالى وبين العباد ديال صد رب سبحانه وتعالى شب الله سبحانه وتعالى يجعلنا بالمدينة يستمعون القولة فيتنعون أحسناء سبحانه ربك أبدا ازدعم ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة